ما هو إلا آمر بالصرف خاص يخلص الناس في هذا الشهر دو جانوير كما قال كما أعلن وما كما صفر وكما هو تصرح وترئيس الحكومة أخ النوش وكل شيء قالها القجال جين تدابات في دادة ديرينان خدمة لزوتاج توضع ناس تنتظروا الحقوق ديالهم توعدهم أنهم في شهر 12 غادي تخلصوا تجد دور كتب فلوا عليهم شو من المؤسسات هدي نحن في دولة مؤسسات ونفي شي حاجة أخرى انتا يلا آمر بالصرف فلوس رديز الخازينة مش من حقك توقفها نيائيا مش من حقك مش من حقك توقفها بدأ تدير شونطاج عندك شو مشكلة مع النقابات حلة معهم شوف شو مشكلة أخرى شوف شو باش تحلوا المسائل ديالكم مش بهذه الطريقة نزيد على دليفة هذا النقابات هذه النقابات اللي بغيني فهموا نحن را عدنا كل شي مغيز ما نحن را عدنا كل شي مغيز ما نحن را عدنا نحن را عدنا بلا ما نبقى ونديرو لفنت نوف 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 نهار السبعة نهار جات بالجمع لفنت يناير 2022 كان هناك واحد الاجتماع يعني من أجل يعني الـ الـ الإعداد لذلك الاطفاق ديال 18 نير يجتمعون نهار سبعة نهار جمعا نهار سبعة وطالع هذه النقابات كلهم اللي دروك تيجوية بذي تفلو على الينتل آخر اللحظة اللي جيبين لنميل في ما عنده 18 عالق اللي هو اللي يسموه خارج السلة ما عنده تعالق بذيك اللي يتفق عليه نهار سبعة يناير 2022 تطالعوا لجميع التصور ديال الملفات العالقة اللي غدوز ولا ما غدوش النظام الأساسي كيفاش غد يتخرج وكيفاش المخرجات دياله الأهم لكل شي خارج الطريق والبرمج الزمنية وكل شي تطالعوا لي الملفات اللي غد يتدوز التوافق اللي غد يتكون في محضر الاتفاق لثمنتا عشي نيه هاديك سموها يعني اللجنة التحضيرية حضروة فيها هذيك شي اللي غد يتوقع نهار ثمنتا عشي نيه إذن هالنقبة كلها بخمسة وحضر فيها الكاتب العام ومدير الموارد البشرية وطالعوا على جميع هالنقبة هالنقبة اللي الآن خرجينها كسبة وكحجة وكشماعة باش يبدو يجارجروا بنادم فيها ويأخروه في هذا الشيء إذن إذن كل شيء هذيك هذيك لنهار الجمعات يعني توصلوا وشافوا تصور دي الوزارة شافوا كل شيء نهار تسعود مارس 2022 دخلوا الليجان نهار 18 يناير كانوا وقعوا المحضار وعارفين كل شيء اللي كان إذن هذي كل شيء اللي داروه كلهم ألاعيب كلهم تفاهم بيناتهم الآن عندهم شيء هم تحل بيناتهم تاني وجيين باغين تاني يديروا السبا وباغين يبدو يجارجروا في الناس هذا الخارج السلام للملفات الخلافية هي مرتبطة أصلا بإصلاح أنظمة التقاعد ولن ترى النور أبدا إلا مع إصلاح أنظمة التقاعد كين هناك شون طاج عطين هنا طيك بحالك إذن بن موسى ماشي من حقك باش توقف المستحقات دي الناس اللي واعتين بأنها خلال هاتشار خاصهم يتخلص إذن اغدارها آخر تتكون الماندات يعني دي الهاتشار مقاعدين طيب قاوم من هنا تلعشرين قول 18 لجات شيء هجرة تتوز في هذا الماندات ولكن مياه في المياه أنهم في حالة اللي كانت شهاجة هما تتكون عندهم عن موندا سبيسيال موندا سبيسيال بالنسبة لغابين إذن خلال آآ خلال هاتشار خاص الناس يتخلصوا لأن جوجة الماليار راترسدت ديال طرقية ديال سنة ألفين وعشرين وتنعرفوا بأن لوديت ديال الشركات ديال الوزارات ديال جميع القطاعات تدار في هذا السنة تقريبا الأسبوع الأخير ابتداء من عشرين تقريبا وذاك شيء تبدأ لغاديت يعني تدروح الجرد ثانوي إذا الناس خاصة تتخلص خلال هاتشهر وهذا الشرياء البعائية لكي بيناتكم فما يمكنش لك انتاء تجي انتاء والنقابات وتبدأوا تديروا الناس كون دي زوتاج كرهائي وترهنوا ليهم فلوس ديالهم وتبقوا تطلعوا وتنزلوا فيهم من لمطرواه ومتيت سنة حتى الان ما نقولوش قاعد ثلاثة سنين ومتيت سنة إذا اللي عندكم شيء حسابات تدوها بيناتكم عندكم شيء أجوندات حلوها بيناتكم أما التنزيل ديال النظام الأساسي والمراسيم ديال التطبيقية اللي أجرى اتفاق 18 يناير هادي كراها معدد طاعة لقبعد الملفات الخلافية ذات الطابعة المركزي حتى ان هذا البارلعام اللي خرج نشوفوه الملفات المركزية واعطوا الناس نزلوا المسائل اللي هي خاصة بالقطاع على بالمؤساء أن يقوموا بتنزيلها والناس اللي تتسارجوا حاجة يخلصهم وباركوا من هذا البعيل كي عندكم شيء حاجة يصيروا بيناتكم نحنا سننتظر آخر هذا الشهر لكل مقال مقام كل مقام مقال كما تقولوا فسألنا عنها اضرب ولن نخفي عن الاخوان وحنا دائما سنكون سندا لكل المستضعفين المغبونين المظلومين ودائما خلال هاد اجراء دي الاتفاق 18 يناير ضحايا الزنزان التاسع ضحايا المادة 112 تقاعد من 2003 2004 2005 تقاعد بالسلم التاسع من 2003 2004 2005 هم الاوائل وكل المنطقة دي بالسلم التاسع هم الاوائل سينصفون وسيتم الاجراء دي الاتفاقات المراسم التي تم رسمها اه يعني التوافق حولها ونبقات غير للاجراء ديالها وغتكون جاهزة خلال اخر السنة يعني هاد شهر وكينا امور اخرى ما بوانش ندخلوها في هاد الفيديو سنتقل ساهم معكم في فيديو مقبل اذا ما تنسوا اسبارتاج وعلى نطاق نواسع حتى تعمل فاية تكاتر من الجيم اعجاب لايكات وضغطوا على الجرس حتى يصليكم كل جديد مفقينش مفقينش اشتركوا في القناة